السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنستعرض أو سنراجع كل الأخطار المحتمل للسعمال أو التعامل مع الكهرباء وأيضا وهو أهم شيء سنتعرف على الأجهزة الكهربائية التي تقوم بحمايتنا أو توفر لنا وقايدة ذاتي الأخطار حلقة اليوم هي حلقة مهمة لندخل من جديد في سلسلة من الحلقات التي سنشاهد فيها منظومة الحماية الكهربائية للمنازل أو للورشات أو للمحلات الصغرى والتي يجب علينا فيها ككهربائيين أن نجمع بين كل أجهزة الحماية في نظام واحد للتوزيع والحماية ضد أخطار الكهرباء على بركة الله سندخل في التفاصيل بعد الفاصل القصير للقناة بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم عند الكل وشاهدناه أيضا على هذه القناة التعامل مع الكهرباء يتطلب الكثير من الحضر والدقة والوقاية لتجنب الأخطار التي ترتبط بالكهرباء لذلك هناك عدة أخطار تهدد سلامة الأشخاص وأيضا قد تسبب في إطلاف الأجهزة الكهربائية أو تدمير التوصيلات أو الأسلاك التوصيلات يعني الـ Pre-Z مثال التوصيل أو الأسلاك الكهربائية لذلك سنستعرض هذه الأخطار واحد تلو الأخر وسنتعرف على كل جهاز حماية كهربائي يقوم بدور الحماية أو الوقاية ضد كل خطر على حداء بالنسبة لأجهزة الحماية الكهربائية يتمثل دورها بالأساس في التدخل لفصل الكهرباء ومنع استمرار الخطر أو المشكل التي تتسبب في الخطر بستنى أجهزة الحماية من الصواعق وتوصيل سلك الأرضي التي لا تفصل كهرباء أثناء تدخلها لقيام بوظيفتها في الحماية من أخطار الكهرباء لابد أن نقوم بتوصيل أجهزة الحماية الكهربائية في مدخل التغذية للمكان أو المنشأة التي سنقوم بتوزيع وتوصيل الكهرباء فيها ولابد أن تكون كل تلك الأجهزة في مكان واحد ويسهل الوصول إليها دائما وطبعا بعيدا عن الأطفال المهم أول خطر لدينا هو التماس الكهربائي أو الدائرة القصيرة أو دائرة القصر والتي شاهدنا في هذه الحلقة كل روابط حلقات الدعم ستجدونها في وصف هذا الفيديو يحدث التماس الكهربائي عند وقوع تمس بين موصلين مختلفين أو أكثر من ذلك مثل التماس بين الفاز والنيوترال أو التماس بين الفاز الأول وفاز الثاني في التغذية والأطوار يدمر التماس الكهربائي التوصيلات والأسلاك وقد يتسبب أيضا في بعض الحالات في إطلاف الأجهزة الكهربائية هناك طريقتين للحماية من هذا الخطر وهي الحماية الحرارية الصهيرة أو الفيوس والقاطع الآلي أو القاطع الفرعي الذي يتكون من حماية حرارية وحماية مغناطيسية ويسمى بالقاطع حراري مغناطيسي ثاني خطر لدينا هو الحمل الزائد كل الأسلاك والتوصيلات وحتى المفاتيح أو البريزة لها سقف أو حد أقصى من تحمل شدة الطيار لا يمكن تجاوزه لأن ارتفاع وزيادة شدة الطيار تتسبب في زيادة حرارة الموصلات والأسلاك والمفاتيح والبريزة وهو ما تسبب في إطلافها أو دوبانها أو انهيار عوازل الأسلاك وقد يتسبب لقدر الله حتى في الحارق أحيانا للحماية من الحمز زائد نسى من نفس أجهزة الحماية التي تحمينها من التماس الكهربائي لكن هناك شيء مخصص للحماية ضد الحمز زائد وهو أن الأسلاك والمفاتيح والمقابس والبريزات تختلف من حيث قدرتها لتحمل شدة الطيار لذلك لابد أن ننتبه لاختلاف قيم شدة الطيار التي توجد على القواطع الفرعية والتي علينا أن نوافقها مع كل التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية الخطر الثالث وهو التسريب الكهربائي أو التسرب الكهرباء تسرب الكهربائي ينتج عن فقدان للطيار الكهربائي المار في الأسلاك بسبب انهيار العوازي الأسلاك أو تواجد رطوبة أو بل الماء في مكان يصله الطيار ويمكن متصلا بالأرض أو الحائط ويتسبب تسريب الكهربائي في ضياع الكهرباء ورفع فاتورة للسلاك بالإضافة لتأثيرات سلبية أخرى مثل احتراق عوازي الأسلاك ورمش في المصابح للحماية من التسريب الكهربائي نستعمل أجهزة الحماية التفاضلية القاطع التفاضلي أو الفاصل التفاضلي التي تعرفنا عليها سابقا وهناك المزيد من الحلقات المهمة بخصوص الحماية التفاضلية والتي سنشاهدها قريبا إن شاء الله الخطر الرابع وهو خطر تعرض الإنسان للسعق الكهربائي كل شدة تيار تفوق 30 ميلي أمبير أو 0.03 أمبير تعتبر خطيرة إذا ما تحرض الإنسان لها لذلك نستعمل أجهزة الحماية التفاضلية للحماية ضد خطر السعق الكهربائي لكن بشرط واحد لا ترتفع قيمة شدة تيار تسريب في أجهزة الحماية التفاضلية عن 30 ميلي أمبير أو 0.03 أمبير وكل جهاز كهربائي للحماية التفاضلية تفوق قيمة شدة تيار تسريب 30 ميلي أمبير فهو مخصص فقط لاكتشاف خطر التسريب الكهربائي أو تسرب الكهربائي الخطر الخامس لدينا هو السعقات الرعدية أو البرق والتي تتسبب في إطلاف الأجهزة الكهربائية إما عن طريق صدمة مباشرة للأسلاك وتسرب ساقة عبر الأسلاك إلى الأجهزة الكهربائية أو عن طريق الصدمة الغير مباشرة التي تكون مجال كاروميغناطيسي كبير يؤثر سلبا على الأجهزة الكهربائية التي تواجدت بالقرب من مكان سقوط البرق وتسبب في إطلافها أيضا نستعمل جهاز مانع السواعق للحماية ضد خطر السواعق البرقية أو البرعدية ولابد من مراعاة أنواعي الـ 1 والـ 2 والـ 2 والـ 3 ومكان وظروف تركيب كلنا وحتى نحصل على حماية كافية لدى خطر السواعق البرقية الخطر الخامس لدينا وهو خطر ارتفاع جهد الكهربائي كلنا نعرف أن كل أجهزة الكهربائية لها جهد اسمي محدد للتشغيل تلك الأجهزة وكلنا نعرف أيضا أن التغذية الكهربائية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء تأتي على شكل تغذية تلاتية الأطوار بالإضافة إلى النيوترال الذي يتسبب من قطاعه في وضع كل أجهزة الكهربائية وحدية الطور في توصيل على التوالي بين فازين أو الفازات الثلاثة المختلفة والتي ترفع قيمة الجهد إلى جهد أعلى من الجهد الإسمي لتشغيل تلك الأجهزة وهو ما يتسبب في إتلافها للخماية من خطر ارتفاع الجهد أو الفولطية نستعمل جهاز لحماية من ارتفاع أو الخفار الجهد وهو جهاز يتدخل لفصل الكهربائي عن التركيب المنزلي فور تخطي قيمة الجهد لقيمته القصوية التي قمنا بتحديدها سابقا على حسب استقرار جهد الشباقة في الأخير لا بد أن أشير إلى أن الحماية التفاضلية ومانع السواعق تتطلب تواجد سلك الأرضي والذي يعتبر توصيل الكهربائي مهم في الحماية الكهربائية كان هذا أهم استعراض لمخاطر الكهرباء وأجهزة الحماية الكهربائية والتي سنشاهد ابتداء من هذه الحلقة العديد من الحلقات التي تشرح كيفية التركيب وتوصيل منظومة الحماية الكهربائية بالكامل من ضد هذه الأخطار لأنه في المستوى الأول أو في السابق تعرفنا على كل خطر من أخطار الكهربائي بشكل منفرد وحتى أجهزة الحماية الكهربائية تعرفنا عليها بشكل منفرد الآن حانا الوقت لنتعرف على أفضل طرق والحد الأدنى الآمن لجمع كل أجهزة الحماية الكهربائية في منظومة واحدة متكاملة ومتناسقة للحماية الكهربائية كل الحلقات الدعم التي شاهدتمها في هذه الحلقة ستجدونا في وصف هذا الفيديو إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة